بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين الله يحييكوا جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همم بتعاونين مع شاشة عمان تيفي فمرحبا بكم جميعا ونسأل الله تبارك وتعالى وقد انتصف شهر رمضان أن نكون من العتقاء في هذا الشهر الكريم ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر ويفرج عن إخوتنا الثابتين والمرابطين والصامدين في مسجدنا الأقصى الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أن نصلي به جميعا إن شاء الله وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام منذ ذلك الزمن قبل 15 قرن كان يقول عليه الصلاة والسلام ايتوه فصلوا فيه فمن لم يصل فيه فليبعث بزيت يوقد في سرجه أي يدعموا هذا معنى الكلام أن تدعم أهل المسجد الأقصى أن تدعم الثابتين المرابطين المصلين الراكعين الساجدين الذين يعني يقومون بحماية ورعاية وإدامة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر هذا المساجد فما بالك لما يكون المسجد الأقصى ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا أن نصلي فيه فرحين مسرورين قولوا اللهم آمين والصلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة فيما سواه خمسمائة صلاة أنا اليوم بصلي في الجامع الجوار بيتنا هون بصلاة بما تروح على المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فهنيئا لأخوتنا الثابتين المرابطين في المسجد الأقصى نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم قولوا اللهم آمين وإن شاء الله نتجنب كثير من الأغلاط اللي نوقع فيها في كل ما يصير فيه إشكالية في المسجد الأقصى واعتداء بصير يخون بعضنا بعضا أنا أجزم اليوم أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض لا يحب المسجد الأقصى فما نخلي إحنا المسجد الأقصى بدل أن يكون قضية تجمعنا تصبح قضية تفرقنا لا لأن هذا يخدم المحتل هذا يخدم المعتدي لكن إحنا المسجد الأقصى قضية تجمعنا جميعا لأنه جزء من عقائد المسلمين وهذا كلام ما فيه عليه نقاش فنسأل الله عز وجل أنه يفرج عنا جميعا فرج عاجل قريب ومن فرج الله تباره وتعالى أن نصلي في مسجدنا الأقصى إحنا اليوم انتصف شهر رمضان اليوم خمسة عشر رمضان ونسأل الله عز وجل يكون يعني رب مولانا تبارك وتعالى في الخمسة عشر يوم الماضي قد اطلع علينا فأعفانا وغفر لنا وأعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار قولوا اللهم أمين لأن الإنسان يعني إذا أعتق من نار الله عز وجل وإذا أعتق من العذاب هذا هو الفوز وإنت أصلا ليش بتشتغل إنت أصلا ليش بتعمل إنت أصلا ليش بتصلي ليش بتصوم والله واحد يصلي لله لأنه الله هذا ما إن شاء الله بلغ درجات الكمال واحد يصلي طمعا في الجنة لخوف من النار والله بلغ درجات الكمال لكن واحد مثلي أنا أصلي وأصوم وأعبد خوفا من نيران الله عز وجل وهذا هو الفوز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وإن شاء الله ربنا يجعلنا كل من الفائزين لأنه إحنا إن شاء الله بوعد الله عز وجل برحمة الله أي ممرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت نفسها هذه أربع شرور دخلت الجنة فإن شاء الله كل واحدة الآن بتسمعني كل واحدة بتسمعني الآن لما تتفقد نفسها صايمة ومصلية وإذا متزوجة تطيع زوجها وإذا مش متزوجة ناوية في المستقبل تطيع زوجها لأنه في نساء قبل الزواج بتقولك والله بسيجي لأ لحمه شو تلحم فيه مم لحم جايه هو وصلك أصلا غير ملحم ومخلص هو وصل لزواجه ولبيت وغير أصلا مهتن ومش يضايل معه إشي فبتكون من هسة من هسة هذا مزح بنات لكن هو هذا جزء من الثقافة والله بسيجي لأنتف ريشه شو تنتفريه ما أصلا ما وصل للزواج إلا منتوفه مخلصه وظل معه ما هو مكفي الهموم اللي فوقي إيجته من الديون والأقصاط عشان يحظى بصاحبة الحسن والجمال والصون والعفاف ويكون هو يعني زوج المستقبل وفارس الأحلام ما وصل غير منتوف ريشه فأنت كمان ناوي يتلو من هسة فالنواية النواية أيها فأي ممرأة حفظت نفسها أطاعت زوجها صلت خمسها صامت شهر من أهل الجنة يعني أنا لا أريد لإنسان أن يقنط من الجنة لا يقنطوك من الجنة لا يقنطوك من الجنة هم يعني صورون العلاقة مع الله عز وجل كلها عذاب وجهنم حيات عقارب أي دولة فيها قانون عقوبات لكن أنا بسوق الأردن اليوم من خلال قانون العقوبات باجي بقول والله يا أخوان زوروا الأردن فالأردن الحمد لله رب العالمين السارق يسجن فيها مش عارف كم ومتعاطن مخدر هيك بسوق البلد أنا لا لكن في قانون العقوبات لكن لا تسوق الدولة من خلال قانون العقوبات الله عز وجل عنده قانون عقوبات لكن لا تسوق العلاقة مع الله من خلال قانون العقوبات نحن نسوق العلاقة مع الله عزيزي من خلال رحمته ومحبته ووده ولطفه وحنيته وأنه الشكور وأنه الودود وأنه الشهيد سبحانه وتعالى هذا العلاقة مع الله تسوق بهاي الطريقة أما حياته عقارب تفضل يحبه الله كيف يحبه الله وانت بتقول له حياته عقارب وعذاب قبر عذاب قبر للي بيستاهله للي كان مضي حياته كله مخدرات ونصب وضحك على الناس وتخويث وتهبيل ونفاق هذا اللي الله بجي عذبه أمن واحد صايم مصلي يرجو مغفرة الله عزيزي خلطوا عملا صالحا وآخرا سييا عسى الله أن يتوب عليهم إذا الله بيقول لك عسى الله أن يتوب عليهم آج يسكن باب التوبة بينه بين الله شو أنا حارس الجنة لا فالعلاقة مع الله عزيزي لا تسوق من خلال العقوبات من خلال حياته عقارب وجهنم وناره وبعدين نقول لك آي الله تحبه الله يا أخي كيف بدأ حبه كيف بدأ حبه أنت أصلا قتلت العاطف القائمة بيني وبين الله عزيزي بكثرة ذكرك للعذاب وما ذكرت لي الرحمة مش معناته الله ما عنده عذاب عنده بس كمان الله عنده رحمة لما بيقول لك اللي بيصوم يوم يباعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا قديش سبعين سنة بتبعد بينك وبين جهنم اذكر ليها يا حبيبها ليش بتذكر ليها؟ لماذا لا نذكر أن الله عزيزي يوم القيامة يرحم ويرحم 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 حتى إن إبليس لا يشرى إبو برأسه إبليس بصير طول حاله مشان ربنا يرحمه مع المرحومين إذا إبليس يوم القيامة يطمع برحمة الله إبليس إبليس يطمع يوم القيامة برحمة الله بس أنا دبطل منك طلب واحد عشان تكون مستحق للرحمة أنا بدي أدلك بدي أدلك عشان تكون مستحق لرحمة الله عزيزي لا تعتدي على الآخرين لا تؤكل حقوق الآخرين بس اخلص من حقوق العباد وأنت في رحمة الجواد اخلص من حقوق العباد ماليا ومعنويا ماليا تؤكلش حق الناس ومعنويا تحكيش على خلق الله والله أنا بقول لك إذا هذول تتركن أنت دخلت في رحمة الله عزيزي لكن المشكلة المقتل تبعنا لما ندخل في هذول هذول إذا أخذناهن إذا دخلنا في حقوق العباد والله لو تموت شهيد على ما بالمسجد الأقصى شوف شو ما أقول لك لو تموت شهيد في سبيل الله في سبيل الوطن في اللي بدكية ما نفعوك يوم القيامة مش كلامي كلام النبي عليه الصلاة والسلام والذي بعث محمدا بالحق النبي بيقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يعذب في شملة غلة الشملة عبارة عن عباية حرمته أجر أجر في الوجود فإنت اخلص من حقوق العباد المالية والمعنوية امسك لسانك وامسك إيدك والباقي أنت في رحمة الله أبدا مش كلامي كلام ربنا سبحانه وتعالى الله يرحمنا برحمته من صفات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان الصحابة وصفوه قالوا كانوا أشد من الريح المرسلة في العطاء وتعالى شو معنى الريح المرسلة لما بيجي هوا بميز بين كبير وصغير لا بميز بين أبيض وأسود لا بميز بين رجل ومرأة لا بميز بين غني وفقير كما النبي كان كالريح المرسلة يعطي الكل يعطي 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 الكل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين النبي له حصة من الغنائم فوضعت غنائم النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة بين جبلين كانت حصة النبي عليه الصلاة والسلام من الأغنام وحدها 24 ألف رأس من الغنم فأيجا واحد طلع قال ما شاء الله مكثر الغنم فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبك قال ومن لا يعجبه قال هي لك قال أتهزأ مني قال أخذها وانظر من يمنعك فساقها ما ترك منها شاتا واحدة وما حدا منعه روح عند جماعة وقال لهم أسلموا فإن محمدا يعطي عطية من لا يخشى الفقر وأسلمت الناس وراه مش الناس أسلمت عشان الغنم ولا النبي اشترى الذمم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراهم كرمه وأخلاقه وجوده وعطاءه فعلموا أن عطاءه عطاء المتيقن من عطاء الله وأنه لن يفقره بعد هذا العطاء ولذلك وصف النبي في شهر رمضان بأنه كان كالريح المرسلة أنا اليوم هذه دعوة للصدقة والله تصدق ولو بالشيء القليل يا أخي نص دينار والله بعشق روش تصدق بدينار تصدق اللي بتقدر عليه في شهر رمضان راقب صدقاتك لأنه شهر رمضان شهر استثنائي أعطي أعطي باللي بتقدر عليه بما تستطيع في شهر رمضان جود وربنا سبحانه وتعالى يجود عليك والله يا إخوان مجرب إنه شهر رمضان فيه بركة وعطيت رمضان والله إنه فيها البركة ولذلك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يقدرنا إحنا كلنا إنه في الشهر هذا يكون في عنا جود وكرم وعطاء ويكون هذا البرنامج برنامج همك هم يعني من البرامج المذكرة للناس بواجبات نتجاه بعضنا البعض والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا خاب وخسر من يا رسول الله قال من بات شبعان وجاره إلى جوار وهو جائع والله من شوفهم بالشارع إخواننا عمال الوطان إخواننا اللي يعني هالمهنة البسيطة اللي بتشوفوا إنت أصلا يعني مبسط له بشوية بضاعة يعني بده يتاجر لكن ما فيش يعني هو لو هن وراس مالها لأن يالله يطعنا بعشدنا نير آه في عنا فئات بالمجتمع لا بدنا بدنا ندعمهم بدنا ندعم دعم علني دعم سري وكله صح ولا تردوا علي بقولك إنه الصدقة يجب أن تكون سرا الله قال في القرآن الكريم إن تبدو الصدقات فنعم ما هي والنعم يعني هذا كلام غير صحيح لا هو فقها ولا دينا ولا عقل بقولك الصدقة لازة يكون سرية لا مش صح لا مش صح الجهر بالصدقات مثل جهر بالصلوات بتحب تصلي سرا انت حر بتحب تصلي جهرا انت حر بس أنا لما أفوت على البيت ألاقي ابني بصلي وصوته جهري والله بتنومس البيت في قراءة قرآن في حدا بصلي أكون طالع على هالدرج وسامع صوت جيراني بيقروا قرآن والله إني بفرح الصدقات كالصلوات إن أحببتها سرا مقبولا إن شاء الله وإن أحببتها علنا جائزة لكن والله الواحد بتنومس البيت يشوفها البلد ما شاء الله الصدقات ماشي والناس بتتبرع والناس بتتصدق والناس بتعطي لبعض البعض والناس بتحاسب حساب بعض والله إنه شيء مفرح وإحنا الجماعة الحمد لله ربع عامين كلنا يعني نجود من قلة نعطي مع أنه يعني الوضع زي ما أنتم شايفين لكن إن شاء الله أنه فيها بركة في يوم الخميس ترفع الأعمال فما بالك إذا كان خميس ورمضان وصيام يعني يوم بيكون يوم مميز في شهر رمضان وبكرة يوم الجمعة أميز كمان لأنه جمعة ورمضان فيا أخوة ما ننسى أنفسنا من الدعاء وما ننسى أولادنا من الدعاء وما ننسى أقصانة من الدعاء وما ننسى الناس المرابطين والثابتين والصابرين يعني هذول أقل ما فيها الدعاء لأن الدعاء يجعلك تشعر بأنك جزء من المشكلة يعني النبي عليه الصلاة والسلام صف جيش بدر وتوجه إلى الدعاء يعني هم جهز ومع ذلك توجه إلى الدعاء فالدعاء سلاح الله عز وجل سبحانه وتعالى جعله بيد المظلوم جعله بيد المكسور جعله بيد الإنسان المحتاج وإحنا كلنا والله في هذا الزمن اللي إحنا عايشينه كلنا فينا حاج وفينا ضعف اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا بس الشكوى إلى الله عز وجل ربنا يفرج عنا فرج عاجلا قريبة وربي سبحانه وتعالى يحفظ بلدنا الأردن يظل دائما أبدا العين والرئة والقلب النابض دا المسجد الأقصى ولا نسمع للمشككين ولا نسمع للناس بيحاولوا دسوا أسفين ستبقى الأردن وفلسطين لا أقول يعني توأمان والله إنه إحنا شيء واحد والله إنه بلد واحدة والله هم الأقصى وفلسطين إنه إحنا ما بنزاوج على غيرنا من الشعوب ما نهائيا كل الناس خير وبركة وكل واحد بيقدم بيقدر عليه لكن إحنا في بلدنا فضل الله عز وجل يعني نسايب وقرائب وجيران وحبايب وأهل وإخوة وشركاء وشركاء ماليين وشركاء تجارة وشركاء مستقبل وشركاء آلام وشركاء يعني كل شيء يعني الدم مختلط ببعضه وما بتمضى فترة من السنوات إلا بقول لك فيه رفات للجيش الأردني أنه إحنا كلنا بلد واحدة والذي يريد أن يدق أسفين بأي وسيل من وسائل كلامه مردود عليه وأنا والله ما بخبي والله مبارح كنت عندي الوالدة أفطرت عندها والله دموعها على اللي بصير قاعد وإحنا ما لناش قولها شبر يعني إنك تقول والله قلنا قطعة أرض بالقدس يعني ما فيش ما فيش معنى قواشين بس إحنا كلنا بلد واحدة وهمنا واحد وما نخلي واحد يدس بين الأسفين ويقول ويخلي نارنا بيننا بدأ ما إحنا نكون جهدنا ضد الظلم وضد الاحتلال وضد البلطج وضد التكسير وضد المستعان بالله ما ننسى حالنا من الدعاء بدي أذكر إنه في لحظة الفطر إلا دعوة لا ترد يا أخوان لا نضيع اللحظة يعني ما نضيع لحظة الإفطار بدعوة بننشغل بنحط الأكل الشرب بالتمر مش عارف إيش فننشغل بالطعام والشراب عن لحظة حاسمة والله إنه لحظات كفيلة تغير كل مجرح حياتك والله عند لحظة الفطر كفيلة تغير مجرح حياتك من مريض يشفى من واحد ما عنده ذرية ويدعو الله عز وجل من إنسان يعني تريد لها زوجا صالحا من واحد يريد زوجة صالحة من إنسان عنده عقوق لأولاد يدعو الله لهم بالهداية لحظة الإفطار جوائز جوائز فيها اعتاق من النيران لما بيقول الله أكبر يعتق الله عز وجل كل يوم سبعين ألف إنسان سبعين ألف يعتقون كل يوم عند لحظة الفطر شو بكتش رحمة ربنا سبحانه وتعالى وللصائم عند فطره دعوة لا ترد لما بيقول الله أكبر الناس بتمد إيديها على الأكل أنت مد إيديك إلى الله وقل له يا رب قل له يا رب وشوف عاد الكريم سبحانه وتعالى إذا تجلى بالعطاء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كلنا وقفنا في ساحة واحدة فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء يعني هو ربنا بيعجز سبحانه وتعالى الشيء ما بيعجزه شيء ما كله في ملكه وكله أملاكه سبحانه وتعالى يعني هو إذا ربنا حط في جيتك مليون دينار بنقص من ملكه ما أنت واللي في جيبتك ملكه يعني الله عز وجل لا ينقص من ملكه شيء الأب لو أعطي لابنه دينار بيكون نقص من جيبته دينار لو أنا معي ميت دينار وعطيت لابني عشر دينار بيضل معي تسعين إذا نقص ملكي لكن الله عز وجل ما بيعطي سبحانه وتعالى من ملكه وفي ملكه فما نقص عليه شيء فأدعو الله تباركه وتعالى وإنت موقن وإجزم على الله عز وجل خزائن الرحمة خزائن العطاء خزائن الملك خزائن العزة خزائن الرزق كلها عنده سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كل شيء عند الله خزائنه والله تريد زوجة صالحة أطلب من الله عز وجل وتريد زوجة صالحة أطلبي من الله وتريد مال أطلب من الله وتريد وظيفة أطلب من الله عز وجل الله بيهيئ الأسباب سبحانه وتعالى الله بيهيئ الأسباب سبحانه وتعالى ما بيعزوا شيء بس لما تطلب من الله لا يكون قلبك ضعيف ولا يكون لسانك متردد اطلب من الله عز وجل بصيغة الجازم الحازم الذي يعلم أن الله على كل شيء قدير كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما يدخل على المكان اللي بتصلي فيه يلاقي عندها رزق أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني ربنا لما بعطيه لا في حد يحاسب ربنا ليش أعطيت هاي بغير حساب ما في حد يحاسب ربنا ليش أعطيت ولا بحسب ربنا قديش أعطاك لأنه ملكه واسف بيغرفوا بعطيه سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويوسع علينا جميعا نسأله تبارك وتعالى أن يفرج عن إخوتنا المرابطين الثابتين الصامدين في مسجدنا الأقصى نسأل الله تبارك وتعالى أن يشد أزرهم وأن يصد عدوهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي جرحاهم ويتقبل الشهداء نسأله تبارك وتعالى أن يفرج عن هذه الأمة فرجا عاجلا قريبا سدت الطرق إلا إليك وخابت الآمال إلا فيك فدبر لنا فإن لا حسد تدبير هذا الدعاء اللي ندعيه في شهر رمضان اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدين من النار إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة